أبونا آدم وأمنا حوى أكلوا من شجرة معرفة الخير والشر وخرجوا من الجنة وأصبحوا خطاء ولكي يخلصوا يجب أن يكفروا عن زنبهم فماتوا واتعقبوا بعد الموت ألاف السنين إلى أن جاء المسيح له المجد وأدخله إلى الملكوت فهنقدر أن نقول إنهم بقوة إنهم بقوا في المطهر إلى إن جاء المسيح وأدخلهم الملكوت أرجو التوضيح آدم وحوى ربنا أدهم المنفذ والمنفذ هو الزبيحة والزبيحة دي رمز للمسيح فكل العهد الأديم اللي أخطأوا وقدموا زبائح عن أنفسهم يعتبروا إنهم دخلوا في زبيحة الصليب لما تيجي تقول لي مضوا إلى الهاوية أيوة الهاوية ده مكان انتظار مش مكان عذاب المطهر مكان عذاب ده بحسب الفكر الكاتوليكي إحنا كأرتودوكس ما بنؤمنش به فالمطهر يقولك إن النفس تدخل تتعذب في المطهر لا ده مكان انتظار ومكان الانتظار ما فيش عذاب لكن في عذاب داخلي في الإنسان نفسه زي بالضبط اتنين امتحنوا السنوية العامة جواب الأسئلة ومنتظرين النتيجة انتظار النتيجة اللي جواب كويس فرحان جدا كأنه عايش في جنة رغم إن النتيجة لسه ما ظهرتش واللي جواب وحش خايف جدا كل ما يسمع إن النتيجة هتظهر قلبه يقع ويقول يا ريت ما تصرخ النتيجة ده عايش في حالة عذاب وده عايش في حالة فرح وفي مكان واحد أقربها لك أكتر في السجن كان مع يوسف خباز وساقي ده حلم حلم وده حلم حلم يوسف تصر الحلم للساقي وقال له بعد ثلاثة أيام هترجع لوظيفتك وتقدم الخمر للملك وأفتكرني والخباز قال له بعد ثلاثة أيام الملك هيعلقك والطيور هتكون لحمك كيف مضت الثلاثة أيام على الساقي وكيف مضت الثلاثة أيام على الخباز وهم اللي اتنين في مكان واحد الساقي كان في حالة فرح منتظر انتهاء الثلاثة أيام عشان يرجع للمجد والخباز في حالة حزن ويريت ما تمضيش الثلاثة أيام لأن حياتي هتنتهي بعد الثلاثة أيام الهاوية هي حالة الأشرار لما بيموتوا ينزلوا الهاوية يعني حالة فزع وخوف والأبرار كانوا بينزلوا الهاوية حالة فرح ورجاء لما جاء المسيح طلع لهم في حالة فرح ورجاء إلى العتق يا أسر الرجاء من الجب الذي ليس فيه مان ترجمة نانسي قنقر